طيب أنا كنت سألت أحداك قبل الفاصل وقبل هذا الفيديو عن مشاركة الأهل لمرة الستة في تاريخه في كأس أنديات العالم إن شاء الله يوم الجمعة إن شاء الله السفر البعثة برئاسة الكابتن محمود الخطيم تمام إلى الدوحة كل اللاعبين هيكونوا موجودين أولا يعني حكي كلمني عن هذا الكرنفال المهم وفكر التواجد النادي الأهل للمرة الستة في هذه البطول طبعا إنجاز غير مسبوق كل يعني نقول هنا النادي الآلي هو أكثر أندية القارة الأفريقية مشاركة في هذا التجمع العالمي وبرضو نقول أنه يمكن أفضل نتيجة له في المشاركة الثانية حق المدالية البرونزية صحيح إن شاء الله وكاد حاجة مشرفة جدا وعموما مجرد يعني أنا بعتبرها طبعا بنتمنى النادي الأهل يحقق نتائج كويسة خصوصا في لقاءه الأول أمام الدحيل القطري الدحيل دي على فكرة كان اسمه الفوز إن شاء الله في اللقاء الأول يصل بي إلى سيبي فاينال هلعب مع بايرني ميونت أقدر أقدم مباراة كويسة ألفز فيها وارد بنفس الفرص الهزيمة ولقدر الله في أسوأ النتائج هتلعب تالت ورابع فتقدر تحقق تاريخ فأنت تقدر تحقق تاريخ منعشان كده بقولك برضو إنه شيء جميل قوي إن حد يكتهد فربنا يدي له فرص إنه هو يحقق إنجازات أكتر يعني مجرد إن انت اكتهد في الدوري العام في الكاس بعد كده في دوري أبطال أفريقيا يوصلك لحاجة أخرى الكاس العالم الأندية وعندك بعد كده سوبر محلي سوبر أفريقي أنت ما كنتش هتوصل لده كله لو لعبتك متخزلة لو إدارة النادي مش بتخطط صح ولذلك أنا بقول إن هي فرصة رائعة لزيادة القيمة التسويقية لنادي الآلي صحيح أنت لما تشارك النهاردة للمرة السادسة في بطولة كأس العالم الأندية ما هي دي مسيرة تاريخية بالضبط ما هو ده تراكم اللي احنا بنقول عليه بنسميه إحنا السيرة الزاتية بتاعت الفرد برضو بتاعت المؤسسة هي دي السيرة الزاتية للمؤسسة دي اللي هي بتتبني مع تواصل الأجير على طول كل جيل بيجي بيعمل حاجة وبيسلم المؤسسة دي الجيل آخر بنفس حجم الانتصارات صحيح فهو بيلاقه وبيكون الحقيقة كل حد بيجي ودي كلمة الكابت المحمود الخطيب كان دايما يقول لي احنا كرؤساء عندي يا ابني ينبني بالضبط ما فيش ابدا فيه نوع من المنافسة بس هو بيكون فيه المنافسة المحمودة انه كل مجلس إدارة او رئيس نادي عاوز يعني ان لم يتفوق على ما سبقه فعلى الاقل يحافظ على نفس المستوى ده في حد ذاته شيء جميل لان انت هنا بتقول على ثقافة اخرى اللي هي ثقافة تواصل الأجيال اشتركوا في القناة